مرسيم لرئيس الجمهورية تمكن رئيس الجمهورية من عزل القوضات وفي بضعة ساعات بعد مخذيه مرسوم رئيس الجمهورية نرجو عليه بالتفصيل عزل 57 قاضي مانيف شو ندخل معاك في المجال في التحليل السياسي حكينا في ساعة الأولى مع أخاول أبو كريم وبعيد عنا في البرنامج هذي أنه نعطيه صورة ملائكية للقضاء قبل ما ندخل معاك في التفصيل وانتي مهتم بشأن القضاء وتحدثت عليه فيما سبق هل كان هناك حل آخر لإصلاح القضاء غير هذا الحل الراديكالي الذي اتخذته الرئاسة عبر مراسيمها مهوش حل الراديكالي هذي هذي مهوش حل هذي ظلم هذي استبداد هذي أسلوب يعني ملتوي مهوش صادق مهوش ثوري هذي يجي إنسان سعي يحل المجلس الأعلى للقضاء ويغيروا ويبدلوا بمجلس آخر يعينوا هو وهو ليعزل التراعي واللي هو السلطة الحل وسلطة العقد هذي مهوش معقول هذي خلافا لما يقوله أو يدعيه رئيس الدولة مخالف تماما للمبادئ الأساسية لا للقانون الدستوري فحسب بل للقانون بصفة عامة للقانون العام بصفة عامة لأن القضاء لا بد هذي من أول الأزمة نرى من تاريخ العالم فمثلو كانت تقرأ الرسالة القضائية الرسالة القضائية نعرف يعني الحقيقة تاريخية متاحة محل جدل محل جدل بين المؤرخين أمثلو كان نخذوها كمرطة تشوف ذكروا شيء الرسالة القضائية بالنسبة للنسي تسمع فينا رسالة القضائية هي رسالة يعني في مبادئ العامة للسير القضاء في الدولة الإسلامية في الخلافة الإسلامية فما رجع يعتبروه كثير من الفقهاء ويعتمدوه هي مثلا اللي تقولها البيانة على من ادعى واليمين على من أنكرى وإحنا ماشيين يعني تقوعد قوعد في الإثبات قوعد في استقلالية القضاء إلى غير ذلك من غير ما ندخله في التفاصيل نحب نقول لك اللي مبدأ استقلال القضاء ما هوش مبدأ دستوري فحسب بل هو مبدأ قانوني عام مقبول من بداية التاريخ إلى يومنا هذا عبر الحضارات الكلة عبر الثقافات الكلة عبر النظم القانونية بكلها بدون استثناء شو نجي ونعملوا اليوم نجي وساعة نكونوا مجلس أعلى للقضاء بدعة بدعة على خاطر هذية يجي ويقولوا لات يحنا كيفاش نحترموا استقلال القضاء ونحترموا القضاء ومن عندنا حتى تدخل في القضاء ويجي ويأخذوا مرسوم يسمح لرئيس الجمهورية أن يسمي القضاء ويعزلهم إلى غير ذلك ثم يصدر هذا شيء يعني غريب غريب جدا هذا المرسوم 35 كانت حب نتفداول الجانب السياسي منه نجم ونقضر في القانوني قد لي تحدثت الجانب السياسي ولو أنا عندي ما نقول في الجانب السياسي ومرة أخرى للتوضيح كي نقول في الجانب السياسي لأنه ذاكرت خول أبو كريم هي في صحافة استقصائية أنه جزء كبير من القضاء من السبعة وخمسين هذوكم ناس اللي ما عندها حتى ملفة بتعليه وحسب كلامة هي طبعا الكلام هي أنا عندي فكرة في الموضوع تقول يفهم على أقصى تقدير عشرين قادمة بين السبعة وخمسين اللي اللي عندهم ملفة قضاء أنا شي معاك سيدي لو فرضنا مؤسس عياذ نعرف طويا ما نعرف لأنه يتم اتهامك يقول عياذ بن عشور مهتم بالشكليات ومنقطاع على الممارسة اليومية للقضاء واليعانية والمواطن التونسي والملفات الموجودة والعديد منها ثابتة ومش نقول ثابت عندك فيها شبهات كبيرة فيها شبهات للتوضيح أنت لا تعتبر أنه جسم القضاء التونسي جسم ملائك اليوم ولا تقول أنه ما فيش فساد أبدا أبدا أنا دعايش في تونس ونعرف تونس ونعرف القضاء ونعرف المحامين دي ما نعرف يمكن خمسين في المئة من القضاء اللي موجودين اليوم والمحامين كانوا تلمرتي ولذا نعرف هم كيفش نخم ونعرف ونسمع نسمع يجيبوني ملا أنا ما نيش داخل في العالم متاع القضاء ما نيش في القضاء ولا في المحامات فما نيش داخل فيهم ولكن يجيوني كثير من الناس يجيوا يحكيوا نعرف اللي فما قضاء فسدين نعرف في المجلس الاعلى للقضاء في محكمة التعقيب في كل نعرفوه هذية هذية حتى حد ما يشك فيه ولذا أنا نمشي مع رئيس الجمهورية وقت يقول لازم تطهير القضاء ولكن تطهير القضاء تقبل فكر تطهير القضاء ايوه كذلك لا ابدان بالعكس بالعكس ولكن ماهوش بالأسلوب البشع هذية ماهوش بالأسلوب هذية 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 دجوان 22 يتعلق ب يتعلق ما ليناش بإتمام المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت باهي اسمع الكلام او بش نسميك يعني الحاجات اللي لا يمكن أن يقبلها العقل القانوني الضمير القانوني كنت تحدفت عليها أنا ضمير القانوني رئيس الجمهورية في الفصل الأول لرئيس الجمهورية في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد تو هذية صورة التأكد اش معنها يعني وقت اللي تستعمل عبارات ففافة ما عندهاش معنى ما يأولها اللي اللي يكتبها وتنتفي الزمانات ما يأولها اللي يكتبها واللي بش يطبقها يعني رئيس الجمهورية بش يولي عنده يعني السلطة غير مقيدة سلطة تقديرية في تقدير اشنو الصورة المؤكدة هذه صورة التأكد أو المصلحة العام اسمع اسمع اغرب من هذا وبناء على تقرير معلل من الجيهات المخولة وما ادراك اغرب من كرسية اغرب من Bi اغرب من قوار الله